السلام عليكم شوانكم عزيزي ان شاء الله تكونون بخير فيديو اليوم هو فيديو شخصي نوعا ما بعيدا عن توجه القناة بس حاب اشاركوا اياكم واتمنى تكون المعلومات اللي بي مفيدة لكم قبل كم يوم كان عيد ميلادي صار عمري ثلاثين سنة وهذا اول اسبوع لي كثلاثين ايجاد وبهاي المناسبة اريد احكي عن موضوع جزمة القهوة على الانترنت ولي هو فوبيا الثلاثين شانداما احسب عمري وكل سنة ها راح اصير 24 وها راح اصير 25 شون دا اقترب من الثلاثين شاندت نصرق عايش بهالرغوط كل سنة وتقريبا ما عرف احد بالعشرين نيات ما يحس بهالرغوط وما يحسب عمري وانه هو لازم ينجح حسه بهذا العمور وانه لازم غير العالم واذا ما قدر فخلاص راح اضيع كل احلامه وطموحاته هذا الفيديو راح اشارككم الدروس اللي تعلمتها خلال العشرين نيات اكو اشياء اتعلمتها من وقت وشي فيها صرق فادتني واكو اشياء شاندت اتمنى احد علمني اياها او قللي عليها فاخليكم نهاية الفيديو الدرس الاول ما راح تصدق الاشياء اللي ممكن تتغير خلال عشر سنين يمكن لو سأليني من شنت بالجامعة قبل عشر سنين عن الاشياء اللي اتوقع انه تصير خلال العشر سنين اللي راحت ما شعن حزاري تمكن ربع الاشياء انت همت ما راح تقدر تتوقع الاشياء اللي ممكن تصير خلال عشر سنين حتى لو انت تشنت مخطط الهاي العشر سنين حتشوفوا بداية كل سنة الناس تكتب قائمة طويلة بالاشياء اللي يريدون يحققوها خلال السنة بس بعد شهرين او ثلاثة الحماس يقل وتنتهي السنة على الغالب ولا هدف متحقق بهم ليش؟ لان هاي الاهداف هي مجرد امنيات مجرد احلام فقط بدون تخطيط والاحلام بدون تخطيط هي مجرد احلام مجرد وهم افضل منهجية واللي انا شفيتها نجحته اياي انه تكتب قائمة بكل الاشياء اللي تريدها خلنفض مثلا عشرين شغلة بعدين تسأل نفسك شنو الشي الوحيد من هاي القائمة اللي من صدق اذا حصلته حياتك رح تتغير للافضل تختار شغلة ماكسمم شغلتين وتسوي خطة منهجية وجدول يعني جدول زمني خلال السنة تحقق به هذا الهدف اذا استمرت على هالشي لمدة سنوات انه كل سنة تحقق هدف او هدفين محددات بعد عشر سنين يعني حتكون وصلت مكان متين تتصور او تحلم بان توصله وهذا الشي مهم بالعشرينيات ان تعرفه انه لا تستعجل يعني مو بسنة واحدة تتسوي كل شي لا الامور تاخذ وقت ودائما خلي بالك انه التغييرات الصغيرة يعني على مار الاسنين هي اللي يجيب اكبر النتائج اكو مقوله منسوبه لبيل جيتس اه تلخص هالدرس most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years الدرس الثاني تعلم على التأقلم بسرعة بداية العشرينيات حتكون انت غالبا بتجامعه على ابواب تخرج وبعد التخرج حتصير نقلة كبيرة بحياتك لان النظام اللي انت متعلم عليه يعني وماشي عليه طوال هالسنين هو نظام الدراسة اللي هو يعني تدرس تنجح ما تدرس ما تنجح بس اه بعد التخرج الحياة الواقعية كلش مختلفة بعد ماكو نظام تمشي عليه الهالسبب هواية بعد التخرج يصرع دهم يعني صدمة ما بعد التخرج او يطبون مرحلة وفتاة طويلة من الكآبة الحال برأيي هو انه منتروح المجال الجديد اه خلاص بعد انسى كل النجاحات السابقة وانسى غرورك وابدي تعلم من الصفر بالمجال الجديد اللي انتقلت لي يعني حظر نفسك ذهنيا لهذا الشي توضع واسأل الناس واقرأ وتعلم ولا تفترض شي من يمك بعد التخرج حاول تتأقلم بسرعة على نظام الشركات والشغل سوق العمل حيقيمك على مهاراتك وشنو النوع المشاكل اللي هاتحلها لصاحب العمل الدرس الثالث اكسر النظام راح تشوف خلال العشرينيات وفترة الجامعة يعني اصدقائك واللي حولك كلهم طموح واحلام وشغف واي واحد تسأله اش راح تسوي بعد التخرج راح يقول لك اريد اسافر او اريد اصير معماري ناجح مثل زواء حديد او اي شخصية ملشورة هو معجب بيها واريد اغير العالم بس بعد التخرج شوفوا انه بدأوا يستقرون مثل ما نقول يعني تخرجه وحصله ووظيفه وتزوجه وحتصير الاسئلة كلها موجهة اليك يلا ها يلا شوك تستقر شوك تثبت بمكان ما كافي شوك تتزوج او اتا اذا اريد تسوي اي شي مختلف مثلا حبيت تغير التخصص مالتك او حبيت تسافر الدولة ثانية او اذا قررت انه تفتح شركتك الخاصة او اي طريق مختلف قررت تمشي بيه راح تلقى الناس كلها دائما تعاذك وتحاول تحبطك هالشي مولي انه هما يعني حياتهم هتتأثر اذا انت سويت اللي تريده بس الواقع انه هالناس متحب الشخص اللي يكون مختلف عنهم راح يحسون بعدم الراحة ويهالشخص حتى لو هما ما يقولون لان هما نفس هالاشخاص هما بمحلة من حياتهم يعني استقروا وتخلوا عن احلامهم بس الحياة مو نازمة تكون بهالرتابة يعني الاشخاص اللي سواوا انجازات بحياتهم هتلقاهم متحدى والنظام وجربوا اشياء مختلفة ولقوا طريق جديد ما كانوا قدون يوصلو له لو اظلوا بمكانهم بدون تغيير فترة العشرينيات هي من صدق الفتر اللي تقدر تجرب بها وتسوي تغييرات شبيرة بحياتك لا تخاف ابدا من ابتخاذ قرار انتخذ قراره خلص يعني تحمل عواقب اذا كانت ايجابية او سلبية وعادي اذا مشيت بمسار تشوفها مو مناسب اليك فتقدر تغيرها ترى العمر بعدها كلها قدامك واني ده احجي شي لان عن نفسي يعني عن تجربتي فاني كل شواء جربت تعلمت اشياء بالعشر سيني اللي راحت وصدقني مني تجرب وتلقى طريق جديد يناسبك راح تقول ياليتني متخذ قراره ومسوي هالتغيير من زمان بعد سنة من الان ستتمنى لو انك بدأت الان الدرس الرابع لا تخاف من الفشل بالفقرة اللي راحت قلنا لا تخاف من التغيير بس كل تغيير تجو اياه مخاطرة واحتمال شبير بالفشل فهل لازم انت اظل خايف من الفشل خلي نجيب فد مثال يساعدنا بتقبل فكرة الفشل بعالم الحيوان اذا ردنا نشوف فد حيوان بقوة خارقة للطبيعة فعدنا افضل مثال هو الفهد الفهد خلص هو سوبرمان مع العالم الحيوان مخالب وانياب واسرع احيوان بري سرعة تتواصل 120 كم بالساعة ويا كل هاي فنسبة الفشل مالتها بالصيد هي 80% يعني ويا كل هالقدرات الخارقة الفهد ينجح بالصيد بس مرتين من اصل 10 مرات يعني 8 مرات داير فشل ومرتين بس ينجح ام فد يوم شفت لك فهد حزين وطاب ما حل تكتئاب لان هو فشل بالصيد فنفس الشي هو الخوف من الفشل ما راح يروح بس لازم انت تتقبل فكرة الفشل ويغفر مثلا اذا تريد تحصل منحة او تريد تحصل بشغله بشركة انترناشنال قبل فكرة انه تقدم عشرات المرات وتضيع وقت وجهد لحد ما تحصل فد فرصة وحدة او وحتمال حتى يجوز ما تحصل بس تقبلك الفكرة الفشل هيخليك اقوى هيخليك تمشي بالحياة اسرع وتحصل فرص حزنك على الفرص الضائعة ما راح يفيدك بشي غير انه ضيع وقتك ويتلفع عصابك فتعلم دائما تشوفي قدام الدرس الخامس اكره الدراسة قد ما تريد بس لازم تحب تتعلم قبل عصر الانترنت نقدر نقول انه مصدر المعرفة الاساسي كان هو المدرسة او الجامعة ومن الكتب فقط حاليا مصادر العلم مو مقتصرة بس على الكتب تشمل كل شيء بودكاست كتب صوتية كورسات اونلاين او حتى فيديوهات يوتيوب او اي مصدر مسموع او ماري لازم وضروري تخلي عندك عادة انه تتعلم شي جديد من هاي المصادر بشكل مستمر لان العالم تطور سريع وانت اذا وقفت عن التعلم مو بس راح تضيع عليك فرصة هواية بالحياة لا راح تكون انت بموقف ضعيف من اهم المجالات اللي لازم لازم تتعلمون تتثقفون عنها هو مجال ادارة المال الفلوس بلهجة نه شي كلش مهم انه لازم تعرفون شون يديروها وشون يدبرون اموركم منفسكم وتتثقفون وتقولون اكثر عن الاستثمار المواضيع الاقتصادية لان هالامور كلها يعني ما يعلمونها بالجامعة ولا بأي مرحلة دراسية وحبت اطرح انه مجال ادارة المال كمثال حتى المجال تتعلمه لان الشخص المواصل اللي ما يتعلم بهالامور يعني هيكون ضحية سهلة للنصب والاحتيار يجي مثلا صديقك يقول لك تعال انطيني فلوسك استثمرها اليك بالاسهم او بالفوركس او بالبيتكوين وانت ما تعرف شي عن هالمجالات مصطلحات مثل البونزي سكيم وغيرها كلها لازم تعرفها وثقف نفسك حتى تكون بموقف قوي الدرس السادس اكسر الايكو تشايمبر الايكو تشايمبر او غرفة الصدى هو مصطلح للناس اللي تخلي نفسها محصورة بافكار وبيئة محددة يعني تلقى نفسك عايش بمكان كل اللي حولك هما نفس افكارك نفس التخصص نفس الشغل نفس الظروف نفس المشاكل حتى نفس القومية والدين والمذهب هذا الشي كلش كلش سلبي وخاصة بالعشرينيات لانه هخلي عندك تعصب الافكارك وما عندك اي تقبل لاي فكرة جديدة او حتى ما عندك تقبل الشخص المختلف عنك ضروري ان تخلي نفسك ببيئة بيها افكار متنوعة بيئة تخليك تطلع على افكار ومواضيع جديدة هو هنا راح يصير الابداع حتى اذا تشوف اكثر اشخاص المبدعين بمجالهم هم الاشخاص اللي قدروا يضبطون اكثر من المجال وقدروا يطلعون بافكار جديدة البيئة ما اقصد بها تغيير المكان او الدولة اللي انت عايش بها اقصد تغيير الاشياء اللي حولك يعني اصدقائك او بيئة العمل او حتى المصادر اللي تتعلم منها كل هذا هو من ضمن البيئة اللي يتأثر بيك اذا اريد الاخصلكم هالدرس فخلي نقول بها الشكل غير بيئتك اذ غير حياتك الدرس السابع الامور ما راح تنحل بالطريقة اللي انت تريدها بس هي راح تنحل بطريقة انت ما تتوقعها تجد ما راح تساوي خطط بالنهاية مون كل شي راح يصير مثل ما انت تريد بس الهدف اللي انت تريده الهدف اللي انت تريده يعني الهدف النهائي وتتسع على مودة وتفكر بي طول الوقت بالنهاية بطريقة ما توصل سمي مثل ما انت تريد يعني سمي الحظ سمي القدر يعني سميها توفيق من رب العالمين بس هو الطريقة بدايته ما يبين يعني يبين بالنهاية وبوقتها راح تقدر تقوم تربط الامور وتقول ها فلان شي اللي تشين تريده لو صاير مكان صارت بعدها سلسلة الاحداث اللي وصلتني للمكان اللي اعني بي حاليا لا كل شي تضوج وتقر على شي ما صار لك مدام انت تسعه فراح توصل الهدف اللي تطمح له حتى لو طوال الوقت مش رتوصله بالطريقة اللي انت تريده او بالطريقة اللي انت رسمها ببالك بس بطريقة ما راح توصل او عادي يعني الباب اللي ينسد ينفتح لك غيره الفباب والفصل اللي تروح تجي وراها عشرات الفرص بس كل هذا مرتبط بسعيك انت واصرارك على وصول الهدف اللي تريده الدرس الثامن لا تصدق كل شي تسمعه بداية العشرينيات تكون عادة بسرعة وبسهولة تصدق كل شي تسمعه من الاعلام والسوشال ميديا يعني اغلبنا تأثرنا بقصص مثل تعال شوف انه مارك زاكربرغ تركت جامعة واسس فيسبوك وصار رائد عمان ناجح او مثلا مؤسس سناب شات اصغر مليادير بالتاريخ او ستيف جوب سوان الايفون وغير العالم او حاليا اللي ما اخذي الاضواء ايلون ماسك كل ما ثقافتك وطلعك يزداد حتقوم متصدق بسهولة بايشي تقرأه وتسمعه حتعرف شنو بروباقاندا وتعرف شقد انه التاريخ مزور والاعلام كاذب وان الشخصيات اللي الاعلام يصورها انه على انه هما قدوة بس شوية تقرأ وتبحث عنهم حتشوف لا يعني الحقيقة شي ثاني مختلفة فمهم انه تعرف هالشي حتى تميز بين الواقع والوهم الوهم بانه يقنعوك بانه انموذج النرجاح الوحيد هو انه تصير مثل بيل جيتس انه تترك الجامعة وتأسس شركة بالعشرينيات وتصير مدير تنفيذي سي اي او والواقع لا انه متوسط اعمار المدراء الناجحين هو سبعة وخمسين سنة وانه نسبة نجاحك بتأسس شركة او مشروع تكون اعلى من تكون عندك خبرات كافية وعندك القدرة على المخاطرة المحسوبة اكوهمات النصائح اللي ينطوها الممثلين اللي هي مثلا اتبع شغفك خاطر بكل شي عدك وانت تستطيع وهم اصلا الممثلين معدهم خبرة حقيقية بالحياة هم مجرد يحشون هذا الحد شي لانه هو يعني كلام حلي وتحفيزي بس اللي يتبع حالنصائح غالبا ما يلقى نفسه فشل يعني طبعا مدى اقول انه ما يصر عندك طموح بالعكس طموحك تخليه بين النجوم بس اهدافك تخليها واقعية ولا تقارن نفسك بالناس لان كل من ظروفه وكل من قدراته والشخص الوحيد اللي تقدر تقارن نفسك به هو نفسك الدرس التاسع التركيز هو القوى الخارقة بهذا الزمن احنا حرفيا بعصر المشتتات صار الواحد مننا ما يقدر يركز بشي اكثر من كم دقيقة او حتى كم دقيقة هواه كم ثاني هالشي طبعا كله بسبب السوشال ميديا وصار عقلنا ما يتحمل يشتغل على اي مهمة روتينية ويريد يظليتش متحفز دائما هالشي طبعا يقلل من انتاجيتك ويأثر عليك بشكل سلبي ويخليك ما تقدر اه تكمل اي شي بيومك بوقتنا هذا اللي يقدر يسيطر على تركيزه ويقدر يشتغل على مهمة مية بالمية هذا هو صار السوبر هيرو هتشوفه يقدر ينجزي هواي شغلات ويتقدم اسرع بحياته مقارنة بباقي الناس فلازم انت بفترة العشرينيات تتعلم شون تسيطر على السوشال ميديا اكو هواي طرق للانتاجية وزيادة التركيز تقدر تبحث عنها على يوتيوب الطرق اللي انا اتبعها واللي شفتها نجحة وياي هي اول شي انه هو اقلل التطبيقات اللي استعملها اقلل عدد الناس اللي اتابعهم جقد ما اقدر ما اتابع صفحات او اي حساب مضروري مثلا يوتيوب اتابع عسل قنوات اللي اشوف نفسي استفاد منها واعتبر يوتيوب مصدر للتعلم باقي الاشياء المتعلقة مثلا بالافكار المعمارية وغيرها هاي ااخذها من المصادر الاساسية مثلا بيهانس او بينترست بس ما اتابع مثلا الف صفحة على الانستجرام هالشي السوشال ميديا تصير مملة وماكو هاي اخبار وما راح نشغل بيه هاي اضافة لهالشي اكو نظاما استعملهن من اكون اريد اركز مهمة واخلصها النظام هم التايم بلوكينج وتكنيك البومدورو موجودة هواية فيديوهات على يوتيوب بالعربي تشرحين استعمل همات تطبيق اسمه هذا التطبيق يقفل كل تطبيقات السوشال ميديا على كل الاجهزة الفترات انا احددها مع هذا انا اشوف نفسي شخص قليل انتاجية وبالقوة اقدر اكمل اي شغلة بس انتو تجربوهن هالانظمة اللي قلتلكم عليها اذا ما سامعن بهن قبل فانصحكم اكيد انه تجربوهن وانشالله تفرغتكم هواية بتطبيقها بتنظيم الوقت وبالانجاز الدرس العاشر انت تقدر تغير العالم العشرينيات هي فترة الطموح والاحلام واغلبنا متأثرين بفكرة تغيير العالم بس مثل ما قلنا بفقرة تأثير السوشال ميديا والاعلام الصورة اللي واصلتنا عن مفهوم النجاح او مفهوم تغيير العالم هي صورة مو صحيحة مو شرط انت تصير ستيف جوبس او تصير ايلون موسك حتى نقدر نقول عليه غيرت العالم يعني من يقولهم اصلا غيروا العالم للافضل تغييرك للعالم يبدي من ابسط الاشياء لو وخرت احجارها من الشارع فهذا يعتبر تغييري للعالم لو ساعدت محتاج او تعاملت باسلوب حلوية الناس او سوي تشورك بخلاص كل اصلاح تسويه هو تغييري للعالم نحو الافضل طبعا ما يحتاج بحث حتى تعرف انه هذا العالم كله مليان ظلم مليان حروب وعبودية واستغلال التليفون اللي بيدك جاي من عمالات الاطفال باسية والشوكولاتة اللي تاكلها جاي من استعبات سكان القرب افريقية اللي هم اصلا مضايقين بحياتهم شوكولاتة كل صناعة او كل شي تبحث عنه راح تلقي وراء مصايب وقصص العالم اللي احنا بيه اسود بس احنا ننسى هالشي فالمفروض كنا نحاول نغير العالم بالشي اللي نقدر عليه وتغيير العالم يبدي من تغييرنا لانفسنا يعني اذا انت قدرت تغير نفسك للافضل اذا قدرت تكون انسان صالح ومفيد بمجتمعك والاهلك وليلي حولك هتكون سوات اللي عليك وحتكون من صدق غيارة العالم وهو هذا الهدف من الحياة اللي نخلقنا على مودة زين وصلنا للختام اكيد بباري بعده هواية حشي بس ما يدى سوي الفيديو طويل اكثر بالثلاثينيات تحس يعني عادي التنفس من انت بالعشرينيات بس صار عندك خبرة شوية اكثر بالحياة العشرينيات هي المرحلة اللي خنقول واحد يعني بعد تحدد مجال دراسته او المجال اللي هو مهتم بي وجذب وتعلم هواية مهارات هاي المهارات راح تكون هي تهيئك المرحلة الثلاثينات المرحلة اللي بيها تكون تطبق هاي المهارات فنصيحتي اليك بالعشرينيات لانه لا تخاف من تجربة الاشياء الجديدة وان لا تحسب سنوات العمر لان العمر من صدقه مجرد رقم ولا تفكر بالمستقبل هواية مدام تدرسوي كل طاقتك فالاشياء هي راح تترتب وحدها ولا تستعجل على الامور العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات ترا هي كلها فترة شباب واستمتع بوضحله لان طريق النجاح أحلى من النجاح ترجمة نانسي قنقر